وللمزيد حول مجزرة جبلة التي ارتكبتها قوات أسوات بحق عائلة كاملة في بابل ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبدالقادر النايل أهلا بك معنا أستاذ عبدالقادر أهلا وسهلا بكم ومشاهدكم الكرام حياكم الله أستاذ عبدالقادر بحسب شقيقة المواطن المغدور مع جميع أفراد أسرته رحيم الغريري فإن عداوة شخصية مع نسيبه الضابط في القوات الأمنية كانت وراء قدوم قوة حكومية من بغداد وقصف منزل الغريري بالقذائف السؤال هنا هل يمكن التحرك وتحريك القوات وفقا لأهواء شخصية لأصحاب النفوذ هكذا من دون أي سند قانوني يعني دعنا في البداية نستنكر هذه المجزرة البشعة المروعة التي ارتكبتها قوات أسوات الحكومية بحق المواطن الرحيم الغريري وعائلته الذي راح ضحيتها فقط من الأطفال 12 طفلا فضلا على النساء وتهديم المنازل استخدمت فيها قوات أسوات حقيقة يعني الصواريخ المحمولة على هماراتها والأسلحة المتوسطة وكانها داخل في حرب وهذه الجريمة المروعة والمجزرة هي لم ترتكبها في العصر الحديث سوى الولايات المتحدة وجيش الاحتلال الأمريكي في حديثة لذلك حقيقة هو نفس النهج وبالتالي يعني عودا على سؤالك لا توجد هناك مرجعية للقوات الحكومية تتعدد فيها المصادر القرار فهناك ميليشيات والميليشيات تلحدر إلى ميليشيات وكذلك جل هذه القوات من الميليشيات لذلك يعني لا يمكن إلا أن تتحرك هذه القوات وفق الأمور الخاصة والأمور الشخصية وكل تحركاتها هكذا تسير في البلاد ولذلك ترى أن الأمن مفقود في البلاد بسبب هذه التحركات وبالتالي هنا أقول لك على أن رواية من مصادر خاصة وصلت للميثاق الوطني الذي تحرى بشكل موضوعي ومهني من مصادر من قيادة الشرطة بابل على أن القضية تتعلق بأن هناك قوة بالزي المدني من اسوات داهمت البيت وأطلقت الرصاص وبالتالي عائلة رحيم مطلوبة من الإرهاب وفتحت النار دفاعا يعني كانوا يظنون أن تنظيمات رهابية قد داهمت منزلهم وثم استعانت هذه القوة المدنية بقوات اسوات الرسمية لتفتح وابلا من الصواريخ والرشاشات لتقتل عائلة كاملة بدم بارد في جريمة بشعة ومروعة هذه الجرائم حقيقة يتحملها الكاظمي بطريقة مباشرة لأنه المسؤول الأول عن هذه القيادات العسكرية المتهرئة والتي تنتمي إلى الميليشيات والتي تتعامل مع العراقين على أنهم أعداء ليسوا أبناء جلدتها وبالتالي تنتهج نهزا طائفيا بطريقة واضحة تماما القضية فيها بعد طائفي أيضا وليس فيها بعدا شخصيا والمواطن معلوماتنا الدقيقة عنه هو مزارع كادح فقير لا يمتلق يومه وبالتالي لا يوجد لكل هذه الروايات الحكومية التي تريد تدليس الواقع والموجود بروايات كاذبة من أجل حقيقة أن تغطي وتتستل على جريمتها أيضا البعض يقول أن الأمر يرتبط بفوضى السلاح في العراق وإن هذه الفوضى انتقلت من سلاح الميليشيات غير المنضبط بقانون إلى السلاح الحكومي الذي يتحكم فيه أصحاب النفوذ هل تتفق مع هذا التوجه؟ السلاح كله في الحكومة الحالية منفرد منذ عام 2003 إلى يومنا هذا لأن أصل تشكيل هذه القوات بنيت على أساس ميليشياوي مدعومة من إيران بطريقة واضحة تماما وبالتالي لا وجود لسلاح يحمي الشعب العراقي إنما سلاح يحمي الأحزاب ورؤوس هؤلاء الذين تعترف مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق على أن 30% من القوات الحكومية تتعاطى المخدرات فبالتالي لا يمكن لهذه القوات أن تحمل في يدها سلاحا منضبطا بدليل حتى لو كانت قوات يمكن أن تكون رسمية بالإطار العام لكنها بسبب تناولها للمخدرات وبالتالي احتمدت على تجنيد اللصوص والسراق في صفوفها هؤلاء لن ينضبطون في سلاح لأنهم يأخذون نهجا من الإجرام والقتل وبالتالي هم طائفيون إلى حد النخاع وبالتالي قوات سوات سيئة الصوت ارتكبت جرائم بشعة منذ 2003 إلى أن أخذها نور المالك بيديه لتكون أداة في قمع الناس إلى ممارساتها الطائفية في مجزرة ديالة في جامع سارية إلى مجزرة الحويجة إلى اقتحام ساحات الاحتصام إلى قتل المواطنين إلى الاعتقالات كل هذه حقيقة ارتكبتها قوات سوات ولا زالت ترتكب هذه الجرائم المنظمة المرعية حكوميا فسلاحهم ليس منفلتا إنما سلاحهم منظم للجريمة المنظمة التي ترتكبها الحكومة وبالتالي كلهم في إطار واحد منظمون في قتل عراقيين نعم الروايات الحكومية بشأن المجزرة تتأرجح كما تعلم ما بين اتهام الغريري بالإرهاب واتهامه بتجارة المخدرات برأيك هل يمكن الوثوق بالرواية الحكومية خاصة بعد ما شهدته محافظة بابل مؤخرا من صدور حكم بإعدام رجل بتهمة قتل زوجته ليتبين لاحقا بأن الزوجة على قيد الحياة أولا هذه التهم تؤكد على كذوبة روايات القوات الحكومية في العراق ووزارة داخليتها لأنها هي نفسها روايات حكومية تتضارف فيما بينها فإيهما تكون الصواب بالتالي المعلومات الدقيقة من مصدر قياده في شرطة بابل تؤكد على أن المغدور رحمه الله لا يمتلك في حقه في محافظة بابل أي مطلوبية أمنية وبالتالي هو بعيد كل البعد عن أي كلام آخر يتكلم عن اتهامه بالأرهاب فضلا على أنه لو كان تاجر مخدرات لو متى امتلك قوت يومه المواطن مزارع بسيط وبالتالي لا يمتلك أي مصدر آخر من مصادر الرزق الأخرى وبالتالي هو من عائلة معدومة فقيرة يعتمد على راتب الرعاية الاجتماعية المقطوع عنه منذ خمسة أشهر لذلك القضية لا تتعلق بهذا الإطار ثم ثانيا لو كانت القضية تتعلق بإرهاب أو تجارة مخدرات ما هو يوميا يذهب إلى زراعته ويتجول في محافظة بابل وفي منطقته وفي منطقة جبلة لماذا لم يتم القبض عليه عند وصوله لأحد المحلات التبضع أو لعمله في أرضه لماذا تم مداهمته ليلا بهذه الطريقة البشعة وبالتالي القوات التي لا تعرف كيفية السيطرة على إنقاذ العوائل والأبرياء والأطفال لماذا يدهمون الناس بهكذا قضية؟ لماذا لا يرسلوا إليه طلبا من مختار المنطقة أو غيرها لاستدعائه بحقه أوامر قضائية إذا كانوا صادقين؟ وهنا أؤكد أنا تأكيدا أتحمل مسؤوليته من مصدر موثوق من قيادة شرطة بابر وبالتالي الميثاق الوطني أيضا تواصل بطريقة واضحة منذ فجر هذا اليوم مع قيادات عشائرية وأمنية وغيرها تبين أن الشخص ليس في حقه أي طلب قضائي وليس مطلوبا للقضاء بأي تهمة إن كانت والشخص نزيه ويتمتع بسمعة جيدة وهو من عائلة فقيرة منحدرة يعتمد على الزراعة ولا توجد لديه أي تجارة مخدرات أخرى ولذلك الروايات المتضاربة الحكومية من شأنها التدليس على هذه الجرائم من أجل تشكيل لجان تحقيقية يضيع فيها دم البريء كما ضاعت في اللجان التحقيقية الماضية نحن أمام جريمة كبرى ومجرد زارة بشعة ترتكبها حكومة الكاظمي وقواتها ومن ثم الأخرى أنهم يريدون أن يلبسوه تهمة أخرى غير موجودة والقضية الثالثة أنهم يتسترون على هؤلاء المجرمين بدل ما أن يكونوا شجعان ويصحوا ضميرهم ويعتقلوا هؤلاء القوة التي قتلت رحيم الغرير وعائلته ويقولون هؤلاء محتدين وسينتهم محاسبين نعم بالنسبة لهذه المعلومات التي ذكرتها من قيادة شرطة بابل هل أنك ترجح رواية عائلة المغدور بأن لربما لأسباب شخصية تم إقحام الغرير بهذه المشكلة من المؤكد أن العائلة هي الأساس في الإدعاء وبالتالي قبول دعواها واعترافها هو محظ احترام وبالتالي روايتها يمكن أن تكون دقيقة مئة بالمئة لأنهم أصحاب الشأن ولذلك هم يرون بكل تفاصيل وبكل شفافية منذ الوحل الأولى ما حدث القضية تتعلق بأن الشخص ليس مطلوبا والمداهمة كانت حقيقة مستغرب عليها لأنه لا يوجد هناك فأي قضية يمكن أن تستدعي لها كذا مداهمة والقضية على منزل واحد موجود فيه الأب وأولاده وبالتالي لا تستدعي لها وصول هكذا قوة ولذلك ترجح أن القضية قضية شخصية ثم القضية الثانية لماذا يتم مداهمته بقضية بملابز زي المدني لماذا إذا كانت هناك مذكرة قبض لماذا لم يذهب إليه بطريقة واضحة ثم يتم إخبار الشرطة المحلية بهذه المداهمة والمختار المنطقة وبالتالي يتم تطويق منزله وينادى بمكبرات الصوت أنك عليك مذكرة ونحن قوة أمنية جئنا لأخذك وبالتالي يذهب المختار كما هو معمون أن يذهب المختار إلى الدار مدنيا وبالتالي معروف لدى المنطقة ولد العائلة ولد رحيم الغريري وبالتالي يتم إخراجه من منزله معتقلا لماذا مداهمة ولماذا هم بدأوا بإطلاق الرصاص نحو البيت لذلك القضية أرادوا في تغليفها بهذا التغليف لذلك ترجح أن هناك قضية شخصية تتعلق هنا نتحدث عن عشرين ضحية وليس ضحية واحدة يعني الغريري وأفراد أسرته من نساء وأطفال أيضا ما الذي يعنيه تشكيل وزارة الداخلية لجنة لتقص الحقائق معناها أن هناك موضوعا فيه يراد أن يدلس ويراد من خلاله التغطية على الجريمة يعني كما معلوم تماما لم يعتقل أي من ضباط الصوات الذين ارتكبوا مجازر بحق العراقيين في طوال السنوات الماضية وبالتالي هل سيتم اعتقالهم في هذه اللحظة لذلك تشكيل اللجان هو للتدليس ولتضييع حقوق المغدورين ومن هنا حقيقة يعني هناك بعدا إنسانيا مهما يعني أدعو من خلال قناتكم قبائل شمر وعشائر الغرير وبالتالي من خلالكم أيضا إلى منظمة الهلال الأحمر إلى التحرك لانتشار جثة المغدورين من أجل دفنهم في مقابرهم ومقابر عشائرهم الذين ينتمون إليها بطريقة واضحة تماما لأن الحكومة عندما لم تعترف بهكذا جريمة بشعة ولم تذهب إلى اعتقال القوى المداهمة القوى المداهمة معروفة لدى الحكومة والضابط الذي قاد هذه المداهمة معروف تماما لأنه تحرك ليس تحرك لخمسة أشخاص إنما نتكلم عن خمسين سيارة تم اقتيادها إلى المنطقة لذلك حقيقة ينبغي اعتقال قائد القوات السوات والتحقيق ما هو هم لم يذهبوا بهذا الإجراء لذلك عندما لم يذهبوا بهذا الإجراء ترى أن هذه اللجان التحقيقية هي لجان من أجل التسويف والتغطية والتستر على الجريمة وهذه جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجريمة المرتكبة لأنه كما تفضلتم نتكلم عن عشرين مواطن بينهم نساء وأطفال أزهقت أرواحهم قتلا تفجيرا تدميرا بأسلحة متوسطة وهكذا تنتهي عام 2021 انتهت حتى الماء الكاظمي يختم هذا العام بهكذا جريمة طائفية ممنهجة حقيقة إجرامية بحق المواطنين نعم مفوضية حقوق الإنسان دعت اليوم أيضا لما سمته غربلا للقوات الأمنية بسبب كثرة الانتهاكات التي تورطت بها إذن هل نحن بتنا أمام قوات باتت لربما خطرا على العراقيين في وقت من المفترض أن هذه القوات شكلت لحماية العراقيين الناظر إلى الجرائم المرتكبة لهذه القوات لا يمكن أن تعتبر هذه القوات هي مصدر أمان المواطن العراقي لأنها دائما ما تقف مع الجريمة المنظمة وبالتالي هي كانت جزءا رئيسيا من جرائم ارتكبة سواء مؤخرا تظاهرات ثورة تشرين إلى ما قبلها من جرائم ارتكبت على إطار طائف إلى هذه اللحظة بالتالي إذا نظرت إلى الجرائم شخص اقتصب طفل عمرها سبع سنوات هو منتسف في وزارة الداخلية شخص قتل صحفيين في البصرة هو منتمي إلى وزارة الداخلية ومنتمي إلى حد الميليشيات شخص قتلوا معتقلين أو مخطوفين في جبال حمرين يتبين أنهم مدنيين وبالتالي القوات العكومية قتلتهم هم لا يستطيعون فعل أي شيء سوى الجريمة المنظمة يعني السرقات وعمليات الاحتيال وعمليات قتل الناس كلها من المنتسبين للقوات الحكومية لذلك لا يمكن غربلتها إلا بإعادة هيكلتها بإطار جديد لأن المحتل عندما بنى هكذا قوات حكومية في العراق بناها على أساس أنهم جمع فيها المجرمين والبلطجية من أجل تنفيذ جرائمه وتدميره بحق العراقيين ومساندة قوات الاحتلال عندما تكون هكذا إرادة منها قوات عسكرية لا يمكن أن تكون مؤشرا لحفظ حياة العراقيين إنما ستكون عدوا للعراقيين لذلك هي ليست فقط غربلتها إنما ينبغي إعادة هيكلتها بالكامل لأنها قوات أسسها المحتل وبالتالي لم يجمع فيها المهنيين إنما جمع الميليشيات ذات الولاء الخارجي وبالتالي معروف تماما أن إيران تترأس وتهيمن على القرار العسكري والأمري في العراق نعم يعني هذه القوات كما ذكرت ارتكبت أكثر من جريمة ولا تجد من يحاسبها بالفعل لا على المستوى الإداري ولا على الجنائي من هنا هل يمكن تدويل مثل هذه الجرائم في ظل التراخي القضاء والحكومي أولا هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مطلقا وبالتالي هي توثق من قبل العراقيين ومن قبل قواهم الوطنية بشكل منهجي بشكل منهجي وواضح تماما في أطر قانونية وبالتالي إذا لم يستمع المجتمع الدولي إلى هذه القضايا ويبحث عن تدويلها والتدخل بشكل واضح تماما لأنه واجب قانوني أولا عليه في ضمن قوانينه المعتمدة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبالتالي إن تراخى كما تراخى في جرائم سابقة إلا أن الوقت يمكن أن يكون متغيرا ليس كما كان سابقا فإن القضية بالتالي ستبقى في عيون وضمائر العراقيين وسيحاسب هؤلاء المجرمون على كل جرائمهم مهما كلف الثمن سيأتي يوم الحساب بيد العراقيين وبالتالي سيعتمد العراقيين على حسابهم لكن في المقابل بالتأكيد هناك تحرك لتدويل هذه القضايا والعمل الجاد على محاسبة كل هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون الجرائم المنظمة الإرهابية البشعة بحق العراقيين من قتل ومن اعتقالات ومن تعذيب ومن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان نعم ورد عاجل قبل قليل لعلنا نراه على الشاشة الآن العاجل الذي وردنا قبل قليل يتعلق بنفس القضية محافظ بابل حسين منديل يعني يذكر أن مذكرة القبض جاءت من بغداد بيد ضابط وليس على المجني عليه أي مؤشر أمني في المحافظة كيف تعلق على ما ورد في هذا العاجل هذا يؤكد تماما على أن المجني عليه لا يوجد في حقه أي مذكرة قبض وأنه لا توجد هناك أي معلومات أمنية بقيد أنملة وبالتالي يؤكد ما ذهب إليه حقيقة التحر الذي أطلقه منذ فجر اليوم القوى الميثاق الوطني وتحركوا ووصلوا إلى مناطق مهمة وقرارات مهمة بالتالي هذا يؤكد على اعتراف صريح تماما أننا أمام مجزر ارتكبت لحق هذا المواطن لأنه كما أسلفت لك لا توجد لهذه المواطن أي مؤشرات أخرى يمكن من خلالها أن يتم اتهامه وبالتالي منذ متى كانت المذكرات تأتي بيد الضباط لمداهمة المنازل لماذا لم تعلم بابل ولماذا لم يتم حقيقة إعلام شرطة بابل بهذه القضية كلها حقيقة تؤكد على أن القضية تريد الحكومة التستر عليها وربما مذكرة القبض جاءت صباح هذا اليوم من أجل تلافي القضية لأنه كما تعلم أنه لا يوجد هناك قضاء حكوميا في العراق يعتمد على النزاهة فكثير من هذه القوات كانت تمتلك أوراق بلا اسم مختومة من القاضي في وفق المذكرة أربع أرهاب يتم بعد اعتقال الشخص إدخال اسمه وهذه حقيقة روايات مؤكدة منذ سنوات عن العراقيين استخدمت هذه القوات فبالتالي هذه المذكرات ربما مختومة وجاهزة لكن لا يوجد عليها اسم وهذا حقيقة يؤكد على أن ما جرى جريمة ومجزرة بشعار تكبت بحق المواطن البردي الرحيم الغريري وعائلته نعم أيضا الآن محافظ بابل حسين منديل يقول أن الحالثة في جبلة جنائية وليس كما روج لها على أنها إرهابية يعني هناك تأكيد على أن هذه المجزرة جنائية وليست إرهابية ومنذ متى إذن يستخدمون القوات الحكومية لتنفيذ الجنايات أو الجناية في مجازرهم يعني نحن نتكلم مهما كانت دوافع هذه الجريمة نتكلم على أن قوات حكومية هي من قامت بهذا الفعل وهذا حقيقة يؤكد في معطيات كثيرة أولها أنه لا يوجد هناك قيادة مشتركة يمكن أن تقود هذه القوات الأمنية وبالتالي يؤكد على أن العناصر والشخصنا والأشخاص هم من يقودون هذه المؤسسات وبالتالي لا تحتكم لا إلى قرار أمني وبالتالي كيف يمكن لها أن تتحرك وتقطع هكذا مسافات دون أن يكون هناك قرارا رسميا من القيادة المشتركة ومن القائد العام للقوات المسلحة مما يؤكد على تعدد القيادات الأمنية في قرارها داخل العراق وهذا حقيقة يؤكد على أننا أمام فوضى للقوات الحكومية مع ميليشياتهم وأننا مقبلون على إرهاصات كبيرة في المستقبل القريب وربما حقيقة أنا لسه متشائما لأقول أن 2022 في كثير من الأمور التي سيدفع العراقيون ثمنا باهظا بسبب هكذا قوات حكومية وهكذا أحزام سياسية تنحر العراقيين وتحاول إنهاء شعبهم ووطنهم وسيادتهم نعم إذن كنت ضيفا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبدالقادر النهيل شكرا جزيلا لك